احنا فيه دلوقتي احنا دلوقتي منجروف اشجار المنجروف اشجار في المياه الملحة ايه ده اشجار المنجروف اشجار المنجروف معروفة يمكن للبتوع اللي بيشتعلوا في البيئة والبيئيين ان هي اكتر نبات موجود بيعمل حفاظ واستعادة ان الارض دي البحر ده انت شايفه المياه دي ان هي تحافظ على الاتزان بتاعها يعني ايه يعني المكان ده عشان يفضل بهذا الشكل ونقدر ان يبقى فيه كائنات بحرية الكائنات البحرية مش اسمك بس انت ممكن تلاقي انواع معينة من الكائنات صغيرة او بكتريا بالزبط فعشان ده الكائنات تعيش مع المياه وتعيش جوه مع هذه الاعشاب شجر المنجروف مسته انه بيعمل استعادة للبيئة الطبيعية مرة اخرى وبيصحب الملح من اي مياه ويبتدي يرجعها تكون مياه عزبتة بيعمل تحليت مياه بقى محطة تحليت مياه ربانية ولكن له ميزة اخرى ان نبات المنجروف هو اكتر نبات موجود بيمتص تاني اكسيد الكربون من الغلاف الجوي وبالتالي بقى ليه وظيفتين وظيفة يثبت لك البيئة البحرية تحته ويزبطها ووظيفة يثبت لك الغلاف الجوي فوق فيربط هنا ما بين ملف التنوع البيلوجي وملف تغير المناخ والتنين تحديات عالمية للشجرة المنجروف بقى دي رمز بقى للمناخ والتنوع البيلوجي وهي يجب ان تكون بالنسبة لنا احنا قصة نحكيها في شرم الشيخ ليه؟ من ثلاث سنين شرم الشيخ شهدت مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيلوجي 17 في 2018 اللي اتشرفنا النسيات الرئيس افتتح وكان مهتم بداية بيها وناس مش فهمانتنا ما بقولي ايوة وفي نفس الوقت كان هو أول رئيس جمهورية يحضر مثل هذه المؤتمرات ويضعها على أجندته فبقى نموذج الحقيقة ملهم للرؤساء وكيادات أخرى فبعد 4 سنين ان شاء الله في نوفمبر 2022 من نوفمبر 2018 لنوفمبر 2022 نفس مدينة السلام هتشهد المؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير من اخي 27 والشجرة دي هي اللي بتجسد هذه القصة ان هذا المكان شهد وهنجيب الوفود تتفرج عليه شهد اكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم على فكرة بتوع البيئة عارفين كويس جدا ان اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والتصحر اللي اتنين دول الاولانيين هم اهم اتفاقيات بيئية في التعاون الدولي البيئي وهم أساس فكرة التنمية المستدامة يعني فكرة التنمية المستدامة اتخلقت لما الاتنين دولي اتخلقتوا الاتفاقتين دولي اتخلقتوا واتخلقوا عن طريق واحد مصري وهو دكتور مصطفى كمال طلبة رحمه الله استيزي يعني اللي تعلمت على ايده الحقيقة لمدة 12 سنة كنت بتعلم على ايد دكتور مصطفى كمال طلبة رحمه الله فالنهارده احنا فخورين طبعا بالغي بيحصل في بلدنا وعلى الارض وعلى كل حاجة. وابقى اشعر بفخرة. بقول لزمالي واحنا بنصور. يعني انا انا مخشوف في النفس اني مجيتش بجد. لا احنا لازم نزورك بكل المحميات بقى. ما يصحش بقى حضرتك بقى. انا فعلا اه شايف انه وشايف ان الشعب المصري كل لازم يعرف. احنا عندنا انا رحت اه تالت مكان اشعر فيه بو قدسي. انا اول مكانش اعرض فيه بو قدسي كان حرامين في الحجاز. طبعا. تاني مكان كان القدس الشريف. طبعا. ومش ببالغ. تالت مكان اشعر فيه بو القدسية المكان اللي تقفى سيد نموسى وسيدنا الخضر. اه. هنا في محمية رأس محمد. اه. الناس مش عارفة ما الناس كل يوم بتقرأ في صورة كافة يوم الجمعة. مش عارفين ان الاحداث دي حصل. حصلت هنا. حتش يعرف. اه. وفكرة التجلل اعظم وهو. لكن في محمية رأس محمد هنا كان اللقاء الاعظم. البشرية كلها. الحكمة اللي فيه من القدر والصبر وغيره. هنا برضه. فانا كنت بقول انه ده مكان المفروض يحج اليه. انجاز التعبير يعني. اه. اه. المنجروف انا مبسوط بيها. نقدر نعمل وعي. ونسمي اه اه شجرة المنجروف دي. نحطها كرمز لحاجتين. التنوع البيولوج والمناخ. طبعا. موجهة الازمات المناخية. لان انا شايف اه انه الجزور بتاعتها دي. اللي هي الهوائية دي. اه بيقولوا بتطلق اكسجين خمسة وعشرين ضعف. ايو. بالشجرة اللي هادي. طبعا. نقدر نغش من الشجرة دي. ونعمل محاكاة. في تحليط المية وحاجات تانية. ونقدر نعمل حاجة تانية اكمل برضو على القصة بتاعتك. ان احنا في مؤتمر المناخ اللي جاي. ان الطريق من التنوع البيولوجي لتغير المناخ. داخل مدينة السلام هو رمز للسلام. فكرة اللي سيد الرئيس اتكلم عليها النهاردة في الجلسة وفي الجلسات اللي فاتت. فكرة الانسانية. فكرة الامل. فكرة ان الناس لازم تتصالح مع الطبيعة. قد تكون شجرة المنجروف هي رمز التصالح مع الطبيعة مرة اخرى وعودة الانسان. كي يتناغم مع الطبيعة لان هي بترمز الى التصدي لاثار تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي. وده اساس فكرة الطبيعة. يعني نقدر نقول شجرة المنجروف دي نقطة نظام للبشرية. اه. يعني انتبه. انتبه. وهي لا انا انا شخصيا مع عمرة وانت حضرتك بالكلمة بفكر. اه. لا دي حاجة كبيرة جدا. وفكرة انه تنوع البيولوجي. وموجهة اثار سلبية المناخ في مدينة السلام. واهتمام الكارة السياسية بشكل مباشر وغير مسبوك بالموضوع مع دولة رئيسة الوزراء. اه. مع العلماء اللي عندنا مع غيره. اه. ادى مصر طبع خاص قدام العالم ان مصر الدولة دي اللي كانت من كم سنة بتضيع. اه. بتشهد بحث انقاذ الكون والبشرية من مخاطر الفناء. بالزبط. وهذا جزء مهم جدا. لان الفني الواحده مش هينفع. اه. والسياسي. مش هينفع. له. لازم نرجع على الارض. اه. لازم نرجع نضم بعض تاني. ولازم نرجع نشوف القيمة. هو ده بجد الحقيقة بتاعة التصالح مع البيئة.